بين شباب الأمة وأفكارهم تبحث مصر عن مستقبلها ومن هنا لا يألو رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لا يألو جهدا في الاستمرار بالاستماع إلى مبادرات الشباب لتنمية المجتمع وفي لقاء الرئيس مع أصحاب مبادرات في أمل عرض عدد من المشروعات الصحية وتنمية القرى والمبادرات الثقافية وتنمية الوطن من القاعدة والتماس المباشر مع مشكلاتهم سيادة رئيس الدناجور عمنا تفاول أمل كبيرة جدا أنه داعم لدور الشباب في العمل التنموي والعمل الخدمي بمعنى كبير أو بشأن آخر أننا النهاردة أقدر كشباب بعيدا عن السياسة إحنا ليس لنا أي علاقة بالسياسة إحنا عشرين من الشباب الألمين والصحفين والعاملين في المجتمع المدني من الشباب الناشط في العمل الخيري تجمعنا بحسن نوايا نحن عاوزين نأثر بمبادرات وقعية وعملية على غرار ما عملنا في موزنة المواطن في مزارة المالية إحنا عملنا حقيقة مبادرة للشفافية بعنوان حقك تعرف موزن بلدك الوقت الجاي إحنا نحاول نحن نفعل هذه المبادرة بحيث أنها تبقى بتعمم على بقية الجهاز التنفيذي بحيث إحنا كل مواطني بقى عارف قد إيه في التعليم قد إيه في الصحة ويبقى عنده خطة واضحة خلال سنة أنه يبقى عارف مثلا إيه المشاريع هتتنفذ هتنفذ في محافظات إيه من خلال وزارة المالية فيه خطة استثمارية واضحة هنحاول أن إحنا نربطها إحنا الحقيقة من خلال إسمعونا فيه أمل عايزين نكون بنفعل قنوات تواصل مباشرة ما بين المجتمع المدني وما بين الجهاز التنفيذي لقاء رئيس الجمهورية المباشر مع تلك الأفكار والمبادرات الشابة تزيد من فعالية تطبيقها واستثمار الرؤى المطروحة وتزديد العقبات البيروقراطية وتتيح التنسيق المباشر مع كافة المؤسسات المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى والهدف المرجو نحن عندنا قليلة تواصل جميلة جدا ممكن أي حد يتواصل فيها من خلال صفحتنا على الفيسبوك من خلال انضمام للمبادرات الموجودة على الأرض يمكن من طبعا فيه مبادرات كتير جدا نتكلمت عن تنمية قرى فقيرة عن تطوير عشوائيات عن تنمية ثقافية ومجتمعية يمكن من ضمن المبادرات اللي أنا شخصيا تقدمت بيها مبادرة عن شباب الجامعات إن إحنا إزاي نخلق مساحة أمل ونخلق مساحة مشتركة للشباب في الجامعات وإن الشباب في الجامعات يكون هم الأزرع للمبادرات اللي موجودة على الأرض يكونوا بيستفيدوا منها وفي نفس الوقت بيفيدوا هذه المبادرات وبالتالي نستفيد من الطاقة الإيجابية لشباب الجامعات فين إحنا نوظفهم في المبادرات المجتمعية إحنا أربعين طالب وطالب كلية فون جميلة في زمالك كسم التصوير إحنا عملنا حاجة كتير في مصر يعني حملات تلوين اللي حصل أن إحنا أصغر حملة موجودة كتجوة في مكتب الرئيسة أصغر سنة أصغر بداية أصغر كل حاجة فإن الرئاسة الجمهورية تلتفت لحاجة زي كده ده كل الشكر والتقدير مننا بالدحقي ترجمة نانسي قنقر